بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم معكم أخوكم حسن صالح مشرد من الشبكات الرقمية في الفيديو الخامس والخاص بمنهج السسي بي الممارسة المعتمد لأنظمة الحماية شاهد تعلم واستمتع القسم الثاني من أقسام المنهج وهو إدارة المخاطر والتخفيف المتكاملة ويتكون هذا القسم من فصلين الفصل الثالث والفصل الرابع بالنسبة لي الفصل الثالث سيكون الإدارة المتكاملة لمخاطر المعلومات أما الفصل الرابع فتفعيل التخفيف من المخاطر الفصل الثالث الإدارة المتكاملة لمخاطر المعلومات إنه عالم خطير الواقع يقول أن أنظمة الجهة المسؤول أنت عن حمايتها ومعلوماتها هي معرضة للخطر سواء أن يحصل لها تلف أو للبيانات السرية أو أن يتم معرفة الأسرار التجارية خاصة غير مسرح لهم معرفتها وأن يتم سرقتها كذلك الأنظمة معرضة للتلف والتوقف كذلك نجاح الهجمات السبرانية ضد جهة ما بالإضافة إلى الخسائر هو بيضر بسمعة الجهة التي تعرضت لهذه الهجمات ومن ضمن الخسائر أنه سيقلل من ثقة عملاءها والجهات المتعاملة معها كذلك المخاطر التي تتعرض لها الجهة المسؤولة التي ستكون أنت مثلا مسؤولة عن حمايتها ليست كلها من صنع البشر فيوجد لدينا المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية مثل الزلازل لذلك يوجد لدينا إدارة المخاطر والتي من خلالها نقوم بتحديد المخاطر المحتملة وكيفية تقليل نسبة حدوث هذه المخاطر وعند حدوثها نكون قد أخذنا بالإحتياطات لتقليل نسبة الضرر الناتج عن حدوثها ولإدارة المخاطر يمكنك الاعتماد على عدد من النقاط فلدينا الذاكرة الفردية أو الذاكرة التابعة لجهة كمعلومات ومعرفة موجودة تم تعلمها وفهمها كذلك المعلومات الجديدة التي تقوم بجمعها ومعالجتها واستخدامها كمدخلات لقرارات إدارة المخاطر كذلك قدرتك على الدداول والفحص والمراجعة والتفكير ثم اتخاذ القرار بدون أي اضطرابات وقدرتك على التواصل وإيصار القرارات لعناصر الجهة التي يتعين عليها تنفيذ هذه القرارات منذ التسعينيات قامت الحكومات والجهات الخاصة والجهات الأكاديمية قامت بالتعاون فيما بينها لتطوير ما الذي تحتاجه المنظمات الكبيرة والصغيرة للتعامل مع المخاطر المحتملة لأنظمة المعلومات وقد نتج تعاونهم لظهور أطر إدارة المخاطر إضافة لأفضل المعايير والممارسات والتوصيات لتقوية أنظمة المعلومات والدفاع الفعال عن أنظمة المعلومات بالنسبة لإطار إدارة المخاطر فهو عبارة عن مجموعة أدوات إدارية يمكنك استخدامها لجعل المخاطر تحت السيطرة مثال على إطار من أطر إدارة المخاطر لدينا System Life Cycle Approach for Security and Policy اللي هو نهج دورة حياة النظم للحماية والسياسة وهو تم تصميمه من قبل وزارة التجارة الأمريكية والمحهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا وهذا الإطار سوف ننظر فيه ولكن أولاً سوف نلقي نظرة على ما الذي نعنيه بالمخاطر أو بالخطر وبشكل أكثر تحديداً الخطر المتعلق بالمعلومات ما هي المخاطر؟ التعريف الرسمي لما نعنيه بالمخاطر هو احتمال حدوث حدث يمكن أن يعطل أو يضر لما هو مخطط له أو الأنشطة أو الأصول أو العمليات والذي قد تؤثر على قدرة المنظمة على تحقيق بعض أو كل أهدافها وغاياتها وهذا الضرر قد يكون ناتج عن شخص ما أو بسبب قوة طبيعة ووجود نقاط الضعف تتسبب في نتائج غير مرغوب فيها أو غير مخطط لها هنا لدينا مثال أمامنا من واقع الحياة يتمثل في أن نقاط الضعف تؤدي إلى الفشل مما يؤدي إلى التأثير المثال هو هنا مثلاً لدينا الذهاب إلى مقابلة عمل أنت لديك مقابلة عمل لكي تحصل على من خلال بعدها إذا نجحت هذه المقابلة وتم اختيارك تحصل بعدها على وظيفة فإن تقمت بوضع خطوات تتمثل في ثلاثة خطوات أنه قبل معادة المقابلة يكون عندك ثلاث خطوات الخطوة الأولى تشغيل السيارة الخطوة الثانية القيادة لمكان المقابلة الخطوة الثالثة الذهاب للمكتب الصحيح هذه الخطة المتكونة من ثلاثة خطوات راح تؤدي إذا جرت بالشكل المخطط له فرح تؤدي بعد ذلك بأن تصل مبكراً وأن تكون هادئ لإجراء المقابلة ولكن كل خطوة من هذه الثلاثة خطوات ضمن المخطط كل خطوة لها نقاط ضعف ومخاطر محتملة مما يؤدي في النهاية إلى حصول تأثير في خطتك لإجراء مقابلة العمل ونبدأ مع تشغيل السيارة نقاط الضعف المحتملة لن تعمل السيارة أو إحدى الكفرات خالية من الهواء والذي من الممكن أن يؤثر على خطتك بأن تقوم بالاتصال بأوبر ولكن هنا سوف يبدأ حدوث التأخير بالنسبة للخطوة الثانية التي هي القيادة إلى موقع المقابلة نقاط الضعف المحتملة هي الإنعطاف بسبب حركة المرور مما يعني وصول متأخر بحيث تنعطف عن المسار الرئيسي وتختار مسار فرعي يكون أطول بسبب وجود الازدحام في المسار الرئيسي أو أن يقع حادث ويمكن أن يؤثر ذلك على خطتك بالتأخير أو الإصابة أو الإحباط القطوة الثالثة الذهاب إلى المكتب الصحيح نقاط الضعف المحتملة هنا هي المصاعد لا تعمل إصعد الدرج أو استلامك مكالمة هاتفية عاجلة تغير خطتك مما يؤثر على خطتك بأن تذهب للمبنى الخاطئ أو الدور الخاطئ أو المكتب الخاطئ فقدان التركيز في المقابلة وبالتالي عندما تحدث نقطة ضعف من هذه النقاط تكون النتيجة النهائية مثل ما هو واضح أمامنا هي التأخير إرهاق أو ضغط مما يؤدي في النهاية إلى عبارة شكرا سوف نكون على تواصل بشكل مجامل لفشل المقابلة بسبب تأخيرك مما أعطى انطباع سيء لمن يقومون بعمل مقابلة لك خصوصا أن الانطباع الأولي هو الانطباع المهم في مقابلة العمل كذلك إصابتك بالتوتر وإرهاق أو ضغط أثناء المقابلة أيضا رح يؤثر على صورتك أمام من يقوم بعمل المقابلة لك من المهم أن يكون لنا إدراك بأن نقاط الضعف موجودة في كل ما هو حولنا وفي كل ما نقوم به فمثلا السطرة الواقية من الرصاص لن تتمكن من التسطي للرصاصات الرشاشات الثقيلة الخزانات المقاومة للحريق لحفظ المستندات لديها مقاومة لدرجة حرارة معينة إذا الحريق تجاوزها فسوف يؤدي ذلك إلى حدوث ذوبان لهذه الخزان كذلك أي شيء يعمل بالكهرباء فمن الممكن بشكل مؤكد أن يواجه في وقت ما فشل التيار الكهربائي كذلك يرتكب البشر أخطاء أثناء تصميم الأنظمة أو إنشاءها أو عند استخدامها نقاط الضعف في حد ذاتها لا تسبب الضرر ولكن ما قد يحدث بسببها هو الضرر مثل اتخاذ إجراء ضر أو عدم اتخاذ إجراء مطلوب أو أن يقوم شخصا ما باستغلال نقطة الضعف لإلحاق الضرر مع العلم أن الأضرار الناتجة عن نقاط الضعف ليست كلها يهتم بها المسؤولين عن أمن المعلومات في الموقع كمثال البرنامج فيه نقطة الضعف برمجي تتسبب فيه خلل من ناحية وجود حالات لا يستطيع البرنامج إرسال الأمر للطابعة لكي تقوم بالطابعة هذا الخلل البرمجي ونقطة الضعف هنا لن تهم مسؤولي الحماية لدينا مثال لشركة إكويفاكس وهي عبارة عن وكالة أمريكية متعددة الجنسيات تقوم بجمع المعلومات عن الأفراد والشركات حول العالم لعمل وتقديم تقارير عن الاعتمال الاستهلاكي في اليوم السابع من أيلول 2017 أعلنت إكويفاكس أن الملايين من ملفات تقارير الاعتمال ربما قد تعرضت للإفشاء الغير مصرح به بسبب خرق أمني للنظام تسلسل الأحداث بدأ أولاً عندما اكتشف باحث حماية عن صيني عن وجود نقطة الضعف أو ثغرة برمجية نقطة الضعف أو الثغرة كلاهما مصطلح واحد وهذه الثغرة قابلة للاستغلال في الأباتشي ستريتس ويب سوفتوير والمستخدم من قبل إكويفاكس وغيرها العديد من الجهات وقد قام الباحث الصيني بالإبلاغ فوراً عن اكتشافه لمؤسسة أباتشي سوفتوير وقامت أباتشي سوفتوير في 6 مارس 2017 بنشر الثغرة وإصلاحها ومن ثم هذه الثغرة ظهرت في ميتا سبلويت وهي واحدة من أشهر أدوات الاستغلال للمخترقين الأخلاقيين وغير الأخلاقيين الاستغلال هنا فكرته أنه يكون فيه نقطة الضعف ويتم برمجة أداة لاستغلال هذه الثغرة أو نقطة الضعف في 10 مارس بدأ المخترقين الغير أخلاقيين بالاستطلاع لاختراق سرفرات إكويفاكس للوصول إلى العديد من تطبيقات قواعد البيانات التي يتم خدمتها من العديد من صفحات الويب لإكويفاكس ومكتب المسائل التابع للحكومة الأمريكية أشار إلى أن المخترقين نفذوا ما يقارب 9000 اختراق غير مصرح به على مدى 76 يوم والعديد من هذه الاختراقات تمتزج ببساطة مع مستويات النشاط العادي واستخدمت بروتوكولات التشفير القياسية لإخفاء حركة البيانات اكتشفت إكويفاكس ما الذي حدث وذلك في 30 يوليو وانتظرت يوم واحد للتحقق منها وما إذا أدت إلى اختراق البيانات بعد ذلك قامت بإغلاق السرفرات المتأثرة بعمليات الاختراق وانتظرت إكويفاكس حتى 7 أيلول للإبلاغ عن ما حدث من فقدان البيانات للجنة للجنة التجار الفيدرالية الأمريكية وللعامة مدعية أنه ليس لديها التزام قانوني بالإبلاغ في أقرب وقت ونتيجة الاختراق وسرقة بيانات إكويفاكس فقد أنفقت ما يصل إلى 200 مليون دولار على تحسين تدابير حماية أنظمتها وقد طلب مجلس الإدارة من المدير التنفيذي ورئيس أمن المعلومات التقاعد المبكر وفي عام 2018 بلغ إجمال المطالبات الفعلية للمتضررين 275 مليون دولار ومن المتوقع أن ترتفع لتصبح على الأقل 600 مليون دولار على النقيض مما سبق ضع في اعتبارك حالات فشل أنظمة البيانات التي تتسبب في خسائر كبيرة للشركات التي تحدث فيها هذه الحالات على سبيل المثال اضطرت شركة تلتا للطيران إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية في يناير 2017 وذلك بسبب تعطل أنظمة متعددة لمركز العمليات في أتلنتا وجورجيا وكان ذلك بعد حصول كراش في قاعدة البيانات في أغسطس السابق مما كلف شركة تلتا أكثر من 150 مليون دولار وحالة غير مريحة لعشرات الآلاف من المسافرين ومع ذلك هذا الحدث لم يكن يهتم به محترفي أمن تكنولوجيا المعلومات لأنه لا يتعلق أو لم يتسبب بضرر متعلق بأمن المعلومات وبالتالي ليست جميع المخاطر هي مخاطر أمن معلومات حتى لو كانت تؤثر على أنظمة معلومات لدعم اتخاذ القرار ولتحديد ما إذا كان حدوث خطر ما هو مصدر قلق أم لا وكذلك الإدارة لهذا الخطر فعندنا فئتين من الأسئلة الفئة الأولى إلى أي مدى يمكن توقع مثل هذه الحوادث وكم مرة تفعل أنواع الأخطاء التي تؤدي إلى مثل هذه الحوادث ومتى قد يحدث بحيث إذا استطعنا التنبؤ بعدد مرات حدوث مثل هذه الظروف أو تحديد الظروف التي تزيد من احتمالية حدوث هذه الأخطاء والفشل فسوف يجعلنا ذلك نكتسب نظرة ثاقبة في طرق منح حدوث هذه المخاطر الفئة الثانية ما متى تأثير على المنظمة وأهدافها وغاياتها وأصولها وعملاءها والسمعة ماذا كلفنا ذلك من حيث المال وخسارة الأعمال والأضرار الفيزيائية من إصابات أو وفيات ودرجة انخفاض الثقة فيما بين العملاء والموردين استغلالات اليوم صفر استغلال اليوم صفر هو استغلال لثغرة تم اكتشافها حديثا قبل أن يتم اكتشافها من قبل المطورين أو البائعين أو المستخدمين ويشير هذا المصطلح على أن المدافعين ليس لديهم الوقت للاستعداد لمثل هذا الاستغلال لأنهم لم ينتبهوا إليه بعد كونها نقطة ضعف جديدة ففي حالة إكوي فاكس التي تكلمنا عنها كمثال اتضح أن هناك أيام منذ أن اكتشف الباحث الصيني نقطة الضعف القابلة للاستغلال وإبلاغه للأباتشي سوفتوير مرورا بقيام الشركة بعمل تصحيح لسدها ووصولا لمعرفة إكوي فاكس لها مما أعطى المهاجمين فرصة لاستغلالها لسرقة البيانات من إكوي فاكس كذلك عندما تكون الشركة غير متابعة أو الجهة غير متابعة للتحديثات الخاصة بالشركات المبرمجة وتنزيلها أولا بأول كذلك متابعة المجتمعات الخاصة بالحماية الموجودة على الإنترنت للتحدث عن الثغرات الجديدة وخلافه عندما لا تكون الفريق الخاص بالحماية لهذه الشركة متابع لهذه الأمور فإذن ذلك أيضا رح يطيل من فترة إصلاح وسد الثغرة يوجد دورة حياة لاستغلال نقطة ضعف جديدة وتتمثل الأحداث الرئيسية كالتالي عندنا النقطة الأولى الاكتشاف الأول النقطة الثانية اختار المنشئ أو البائع بشأن نقطة الضعف النقطة الثالثة الاختار العام بالإبلاغ عن الثغرة الأمنية النقطة الرابعة توفير المنشئ أو البائع تصحيح لسد هذه الثغرة النقطة الخامسة اعتماد واسع النطاق للإصلاح أو التصحيح مع جميع من يتعامل مع هذا المنتج دعونا هنا نتكلم على كل نقطة من هذه النقاط الخامسة لدورة حياة استغلال ثغرة أو نقطة ضعف لدينا النقطة الأولى اللي هي الاكتشاف الأول بحيث يكون هناك مثلا مختص في مجال الحماية قد يقوم طبعا والبرمجة ويقوم بخلينا نقول أنه يقوم بعمل فحص لبرنامج ما أو لنظام ما فيكتشف أثناء عملية الفحص وجود ثغرة أمنية من الممكن إنتاج أداة ليتم استغلال هذه الثغرة هنا إما أن يكون الشخص الذي اكتشف هذه الثغرة إما أن يكون مخترق أخلاقي بحيث يقوم بإعلام الشركة المبرمجة لهذا النظام أو البرنامج بالثغرة التي وجدها ما الذي يستفيده من ذلك؟ رقم واحد هو بيساهم في زيادة الحماية رقم اثنين بعض الشركات المبرمجة بتدفع أموال لمن يقوم باكتشاف ثغرات أمنية ويبلغ عنها للشركة رقم ثلاثة حتى وإن لم يكن هناك دفع للأموال فهنا رح يتم حفظ اسم هذا الشخص لدى الشركة بأنه قام باكتشاف هذه الثغرة هذا طبعا يستطيع المحلل وقتها أو الشخص المخترق الأخلاقي أن يذكر ذلك في السيرة الذاتية الخاصة به وطبعا الشركة التي تؤكد ذلك فهذا يكون مفيد له من ناحية إضافة لسيرته الذاتية هذا إذا كان مخترق أخلاقي أما إذا كان مخترق غير أخلاقي فما الذي سوف يفعله؟ إما أن يقوم هو ببرمجة أداة واستغلال هذه الثغرة لصالحه دون أن يبلغ عنها لأي جهة ما أو أن يقوم ببيعها لجهات خاصة بالاختراق الغير أخلاقي والتي تقوم بالدفع في مقابل هذه الثغرات الجديدة هناك جهات موجودة في الإنترنت المظلم تقوم بالدفع طبعا المخترق الغير أخلاقي تقوم بالدفع له إذا اكتشف ثغرات جديدة فتقوم بالدفع له لكي تقوم هي بدورها لبيعها للمخترقين الغير أخلاقيين فينشئ لدينا هذا يعتبر الزيرو دي أو اليوم الصفر لم تكن الإختراق أو الاستغلال هذا معروف حتى يتم استخدامه عندها تنتفى عنه الزيرو دي بعد أن يتم استخدامها هنا يا إما مثل ما ذكرنا مخترق أخلاقي يقوم بالتبليغ أو أثناء استخدام المخترقين الغير أخلاقيين يتم الانتباه إلى ذلك فيصبح لدينا النقطة الثانية اللي هي إختار المنشئ أو الباعع بشأن نقطة الضعف بحيث يصبح لديه إختار بذلك فيقوم بعمل تصحيح تحديث لسد هذه الثغرة وكذلك يقوم بالخطوة الثالثة وهي الإختار العام بحيث أنه يقوم من خلال الموقع الشركة المبرمجة للنظام تقوم بالإبلاغ على هذه الثغرة بحيث الجميع يصبح بعد ذلك لديه علم عن هذه الثغرة وبعد ذلك توفر الباعع تصحيح لسد هذه الثغرة فالاختار واحدة ولن يكون كافي أيضا تقوم بإنشاء تصحيح بحيث ترفع على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المبرمجة للنظام بحيث يستطيع العملاء اللي قاموا بشراء هذا المنتج وتنزيلوا على الأجهزة أن يقوموا بتنزيل التحديث لسد هذه الثغرة مما يؤدي إلى النقطة الخامسة والأخيرة اعتماد واسع النطاق للإصلاح أو التصحيح مع جميع من يتعامل مع المنتج بحيث الأغلبية المفروضة لكل طبعا لكن أحيانا قد يكون هناك جهة غير متابعة مثل ما ذكرنا فهذه تكون عرضة لأن يقوم المخترق باستخدام الأداء التي تستغل هذه الثغرة والتي لم يقم من هم مسؤولين عن حماية الموقع بتنزيل التحديث وسد هذه الثغرة وخلال هذه النقاط لدورة حياة استغلال اليوم صفر يمتلك المهاجمون الذين يستغلون نقطة الضعف هذه درجات متفاوتة من ناحية النجاح وأيضا من ناحية عنصر المفاجأة الخطر عندما تتحول المفاجأة إلى الطراب نحن نهتم بالمخاطر لأنه عند حدوثها وتصبح حادث فإنها تقوم بتعطيل خططنا وتعطيل الحوادث رح يكون لنا بطريقتين عندنا هنا النقطة الأولى يكسرون سلسلة تفكيرنا طبعا عند حدوث حادث عندنا رح يكسر سلسلة تفكيرنا وتقطع تدفق صنع القرار الذي نحن نستخدمه عادة للقيام بأنشطتنا المخطط لها والمنتظمة والعادية كذلك نتفاعل مع حدوثها فنحن سنحول الوقت والمال والعمل والجهد لصنع القرار للاستجابة لهذا الحادث نأخذ مثال من الحياة الواقعية لدينا موظف في الصباح الباكر يقوم بقيادة سيارة للتوجه إلى مقر عمله كفعل اعتيادي وحصل له حادث بالسيارة كحادث مفاجئ مما سوف يتسبب بالطراب بحيث قد يودي هذا الحادث إلى التأخر في الوصول لموقع العمل أو عدم الذهاب إلى العمل في هذا اليوم كذلك سوف يخصص هذا الموظف وقت وعمل ومال وجهد لصنع القرار للاستجابة لهذا الحادث فسوف يحتاج هنا التعامل مع شركة التأمين وقد يكون هناك نسبة من المبلغ للحادث يجب على الموظف دفعه هذا إذا كان هناك تأمين على السيارة كذلك إصلاح السيارة سوف يأخذ فترة زمنية تسبب صعوبة في تنقلات الموظف كما أخذنا هذا المثال الخاص بحادث السيارة لموظف من الحياة العامة نستطيع أيضا أن نفكر بالأخطار اللي ممكن تحدث كحوادث في داخل البنية التحتية لتقنية المعلومات لشركة ما أو لجهة ما راح تتسبب في تعطل بعض أنشطة هذه الجهة كذلك راح يكون هناك إنفاق للوقت والمال والجهد لتركيز على زي ما نقول على التعافي من أضرار هذا الحادث الذي وقع في بنية تقنية المعلومات أمن المعلومات تقديم ضمان القرار كل ما يفعله الناس والمنظمات البشرية هو سلسلة من الخطوات وكل خطوة هي سلسلة من الخطوات الفرعية فحياتنا وأعمالنا تعمل على طبقات من طبقات المهام والمهام الفرعية فعندما تذهب للعمل في الصباح فهذا في حد ذاته يتطلب خطوات مثل الاستيقاظ والاستحمام ارتداء ملابس العمل استخدام وسيلة من وسائل المواصلات للوصول إلى موقع العمل كل خطوة من هذه الخطوات قد تحتوي على خطوات فرعية تقوم الشركات بتنفيذ المهام بطريقة الخطوة يتبعها خطوة ويتم ربط عمليات الشركة مع بعضها البعض وغالبا ما نجد في كل عملية العديد من العمليات الفرعية وتؤثر القرارات على طريقة تنفيذ كل خطوة ولكل عملية لذلك يتم القول أحيانا أن العمل هو فعليا اتخاذ القرار حتى أبسط مهمة قد تتطلب منك اتخاذ قرار مثل هل أفعل ذلك بعد الانتهاء من هذا هل أنا أقوم بذلك بالشكل الصحيح أثناء قيامي به هل حان الوقت للتوقف كل خطوة في العملية هي قرار ومعظم القرارات هي سرية ذات خصوصية وذلك لوجود المنافسة فمثلا في أرض المعركة بين جيشين لو تمكن قائد إحدى الجيشين من معرفة قرارات واستراتيجيات القائد الآخر فسوف يستطيع بناء على هذه المعرفة باتخاذ قرارات تمكنه من هزيمة الجيش الذي يحاربه هذه التنافسية هي موجودة في قطاع الأعمال حيث تتنافس الشركات فيما بينها البين وكل قرار من قرارات الشركة كبيرها أو صغيرها قد يكون معرفتها للمنافس فرصة له أو أن يقوم بالعبث بما خططت له وتحتاج إلى تحقيقه من خلال نقاط تمثل فيه معرفة المنافسين لما تخطط القيام به طلبات العملاء من الممكن إساءة التعامل معها أو توجيها بشكل خاطئ أو يتم تجاهلها مما قد يؤدي إلى أخذ العملاء لأعمالهم إلى مكان آخر وهو طبعا الجهة المنافسة يمكن زيادة التكاليف عن طريق الخطأ ويمكن أن يحدث ضياع للإيرادات ولضمان القرار يتكون من حماية التوافرية والموثوقية والنزاهة للعناصر الأربع الرئيسية لعملية اتخاذ القرار وهي المعرفة التي لدينا بالفعل الناتجة من ذاكرتنا وتجبرنا بما في ذلك معرفة أهدافنا وغاياتنا وأولوياتنا كذلك المعلومات الجديدة التي نتلقاها من الآخرين مثل السوق والعملاء والزملاء إلى آخره كذلك قدرتنا المعرفية على التفكير والسبب للتوصل إلى قرار كذلك اتخاذ إجراء لتنفيذ هذا القرار أو إبلاغ هذا القرار للآخرين والذين سيكون لديهم مسؤولية اتخاذ الإجراء من منظور الـ CIA اللي هي التوافرية والنزاهة والسرية أو بالترتيب الـ C هي سرية والـ I النزاهة والـ A التوافرية من منظور الـ CIA رح تؤثر النزاهة والتوافرية على العناصر الأربع الرئيسية لعملية اتخاذ القرار سواء كأشخاص بما في ذلك القرارات التي تتخذها الآلات نيابة عنها والسرية قد تكون مطلوبة لقرارات معينة إذن بس نرقم العناصر الرئيسية لعملية اتخاذ القرار رقم 1 المعرفة التي لدينا بالفعل الناتجة من ذكرتنا وتجربتنا بما في ذلك معرفة أهدافنا وغاياتنا وأولوياتنا رقم 2 المعلومات الجديدة التي نتلقاها من الآخرين مثل السوق والعملاء والزملاء إلى آخره رقم 3 قدراتنا المعرفية على التفكير والسبب للتوصل إلى القرار رقم 4 اتخاذ إجراءات لتنفيذ هذا القرار أو إبلاغ هذا القرار للآخرين والذين سيكون لديهم مسؤولية اتخاذ الإجراء واحدة من أقوى أدوات ضمان القرار التي يمكن للمديرين والقادة استخدامها تقريبا على جميع المستويات هو التحقق من سلامة المدخلات والتفكير والاقتراح والإجراءات مع أشخاص آخرين قبل الالتزام بمسار العمل لأن المدخلات الصحيحة تؤدي إلى قرارات صحيحة والمدخلات الخاطئة تؤدي إلى قرارات خاطئة لم يكن ينبغي علينا اتخاذها يمكن أن يتخذ تخطيطك كمسؤول حماية مع الآخرين العديد من الأشكال المختلفة فلدينا مشاركة أو تجميع معلومات إدارة المخاطر مع الآخرين في السوق الخاص بك مع شركات التأمين أو إعادة التأمين أو مع أصحاب المصلح الرئيسيين كذلك المشاركة بنشاط في مجتمعات الممارسة والمعلومات والحد من المخاطر ومجموعات تخطيط الاستجابة المجتمعية للطوارئ والتي قد يشمل تمثيلها من السلطات الحكومية المحلية والوطنية استخدام عمليات وتقنيات مكافحة التفكير الجماعي لمنع عملية اتخاذ قراراتك من خنق أصوات جديدة أو آراء مخالفة أحيانا التفكير الجماعي بيؤثر أنه يمكن يكون حتى تفكيره بيؤدي إلى قرارات خاطئة لكنه بما أنه هو جماعي فهو بيخنق فعليا أصوات جديدة أو آراء مخالفة كذلك إيجاد طرق لكي تكون متسامح مع المفاجأة بحيث الغير متوقع قد يولد أحداث العمليات اليومية كرؤية جديدة محتملة كذلك بناء وصيانة واستخدام المستشارين ومجموعات الأقران والمجموعات الاستشارية الموثوقة سواء من داخل المنظمة أو من خارجها إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو واللي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد نال على إعجابكم واستحسانكم كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر